صباح الخير أحمد صباح الخير منا صباح الخير دي انت الحقيقة يا أحمد التقص لسه ما زالش شديد الحرارة الصبح ولطيف بالليل الصبح درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتسجل 38 زي مبارح ولكن ضروة الارتفاعات هتكون بكرة والقاهرة هتسجل بكرة 41 خلاص بقى احنا دخلنا في الصيف بشكل جدي ولكن ابتداء من يوم الحد هيكون فيه انخفاض ملخوص في درجات الحرارة على معظم المحافظات يا رب اللي وصل للحد هنرجع ألطف شوية من النهاردة بكرة صباح الخير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي والسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.72 أما الشراء فسجل 18.64 اليورو البيع سجل 20.16 أما الشراء فسجل 20 جنيه و7 أروش الجنيه السليني البيع سجل 23.49 أما الشراء فسجل 23.39 الفرانك السويسري البيع سجل 19.19 أما الشراء فسجل 19.10 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.80 أما الشراء فسجل 2.79 الريال السعودي البيع سجل 4.99 أما الشراء فسجل 4.97 الدينار الكويتي البيع سجل 61.14 والشراء سجل 60.86 وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5 جنيه و9 أروش والشراء سجل 5 جنيه و7 أروش وبالنسبة لمتوسط أسعار الدهب فعيار 18 سجل 854 جنيه لجرام وعيار 21 سجل 996 جنيه لجرام أما عيار 24 فسجل 1138 جنيه لجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 7.968 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدين نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقس النهاردة التقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وكان فيه شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة مع وجود نشاط رياح بالليل على أغلب الأنحاء درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44 وأقل درجة حرارة هتكون في دميات 30 هنتابع مع حضراتكم أحوال التقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شفايا